أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربين يوم الرابع من نوبمبر القادم أخرى موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأكد شربيني أن الهدف من قانون التصالح هو الوصول إلى مظهر عمرانيا حضريا ومستقر خاصة بالمدن الجديدة مع استعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها وعشر وزير الإسكان إلى أن اللجنة المشكلة بالوزارة للراضي على استفسارات القانون تقوم حاليا بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون ولائحته التنفيذية واضحا أنه سيتم إصداره قريبا